اشتركوا في القناة نقل مستخدمين نعرفكم برعاصي للمكتب النقاب لقطاع نقل مستخدمين المنضوي تحت الواتحاد العام الشغالين بالمغرب هذه الوقفة جاءت بنا على عدة اكراهات التي يتخبط فيها قطاع نقل مستخدمين من بينها مشكل ديال وهو مادة حيوية مادة اللي احنا نتشغل بها كقطاع نقل مستخدمين على ان مؤخرا لاحظنا ارتفاع المهو الفهد المادة هذه نظرا لان نقل لك الحكومة ما قدرش تعالج الميلف هذا هو ميلف يعني يعني خصوط دخل في الحكومة في السرع الوقت وإلا سنضطروا لخوض وقفات كذلك اننا مزجبيرين باش نديروا اضراب لان هذه الطريقة الشغال لا تتناسب معنا النقطة الثانية الاخوان هو ان مشكل ديال ونجلم هنا هو مشكل يعني 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 منه الجميع خصوصا في المدينة الطانجة لان بتاريخ جوج نومبير 2020 نعقد واحد اجتماع بمقار الولايات الطانجة تطوى الحسيمة بحضور بعد هيئات المهنية الممثلة لارباب النقل كذلك المشرفين على هذه المحضر او الاجتماع هو رئيس شؤون العامة القصدية كذلك ممثل الامر الوطني جئاس دارك الملكي وتستخدم واحد القرار هو انه قرار احداث خمسة مركبات على الاقل للولوج الى المهنة وهذا قرار يخدم اجندة خاصة ولا يخدم مصلحة العامة لان احنا عنا واحد مجموعة السائقين ميهنيين انه ما عندهم طموح وعندهم يعني بغوا انهم يأسوا شركة ديلهم طبعا لانه ممكنش انه اتفرض عليه انه اجيب خمسة لانه هو اصلا سائق ميهني يعني الكوفة غتجي اصعب طبعا بكريدي وغي يستفد من المشروع ديل سيدنا اللي انصرو اللي اعطاه مشروع انطلاقة للدعم الشباب دعم المقاولة الصغرى جوج في المياه والاخوة مجموعة الاخوة اللي هما حبوا الفكرة ديل المقاولة الصغرى وبادروف العملية ومشو انه مأسوا شركة ديلهم ولكن تفاجأوا بالاخر وان توقيف الرخاص والتوقف ليس له ساند قانوني لان طبعا كما كان لحظوا هذا المحضر اجتماع اللي انعقد بتاريخ جوج نوامبير الفين وعشرين كانوا حضر فيه ممثل امن الوطني ممثل دارك الملكي جمعيات لارباب النقل كذلك جمعيات لحقوق السائق المهاني وفي الفقرة ما قبل الاخير انه ضرورة تسوفر على خمسة عرباتها الاقل مهيئة للنقل العمل ومستخدم الوحدات الصينعية هاد القارة هدا ما كيخدمش يعني طبق الشغيلة كيخدم طبق البرزواجية طبق اللي عند الرأس المال يعني هذا مرأة مشكل رأى مجموعة الميهنيين وكان طالب منهم وحنا بتفتنا كنقابة رأى منا عدة رسائل رسائل للجيئات المسؤولة رأى سياسي الوالي وأنه طالب عقد الليقاء بيخص الموضوع رسمنا السيد الوالي مشكور ماد المنظر بالمكتب الوطني ينقب الوطني نقل جميع الأشخاص كما كتلاحظة السيد يوسف يعني عدة سرسائق قدمناها ولكن بدون جدوى لمسؤولين بقولنا أننا نخرجون الشارع احنا مشي مع هذا الشهد الوقفة من أخي يوسف يعني احتوصنا واحد حد على أن احنا وصلنا إلى واحد النيفو يعني سبب الحوار لأننا بالحوار يكتحل جميع المشاكل ولكن طالب ماذا المنبر الجهات المسؤولة من طرف على الرأس يوم السيد الوالي فتح باب الحوار وحلو المشكلة الرخص وإلا سنبطر لخوض مجموعة من الحركات النضالية المشروعة وكذلك رحنا مقبعنا ندروا إضراب إضراب عين العامل لأن إما حلو المشكل إما غد نتجو إضراب طبعا طبعا إحنا خي يوسف لدينا مجموعة السائقين اللي يوم يشتغلوا ليلا ونهارا وكي يقدموا كل النفيس والراخص من أجل هذا البلد السعيد من أجل الاقتصاد مدينتنا من أجل النهوض بهذا المدينة اللي هي مدينة حيوية ومدينة اللي هي يعني عن دواجية بحرية مدينة تطلوا على المستثمير يعني يعني إما يفتحوا مهنا باب الحوار إما التجو من الحركة النضالية المشروعة وشكرا أتباك الله لكم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم محمد حدو سائق مهني عوض مكتب النقبي لنقل مستخدمين بمدينة الطنجة عحنا اليوم جينا عملنا هذه الوقفة احتجاجية نظرا لعدة إكراهات جينا هذه وقفة احتجاجية اندرية وعادي نذكر أسباب اللي جعلتنا نعمل هذه الوقفة من بين هذه الأسباب هذه كان يعني ارتفاع الساروخي لمدة المحروقات وهذا كي أثر سلبا نحن في قطع النقم مستخدمين لأن المدى أساسية يعني اللي كنخدم بها هو القازوال كن اكراهات يعني السارو الجوالان اللي كنعني يمنو كذلك وكن نجدو السلطات مادل من برادا يعني تشفنا واحد الحل يعني بحل منطقة لازون فرانش يشوفوا يعني يكون عنده باب تاني موازي الباب الأول اللي ميمكنش يعني واحد تلتالب مركبة ولا 2500 مركبة اللي كتكون في وقت الدروة يعني معد بدخول ده منطبيعة الحل طبيعة الحل ما يمكنش عدي باب واحدة عدي تستقطب هاد الكامل هائل في ساعة واحدة اللي يوم كيكون أغلبية الشركة عند متوقيت واحد اللي كيكون دخول للزوج دالنهار والوستاد الصباح والعشرة دليل هدا يعني جول الشركة اللي كيشتغل في نستوقيت وهدا الصراحة كيأثر علينا احنا بزاق ناك سائقين ميانيين وكيأثر على النفسية السائق المياني وكذلك عنده تأثير على السائق والروطار يعني كنتيح في البلوكاج كيوقع الروطار والروطار انتم كتعرفوا احنا الضومين الله يحفظ كد أدي الحوادث لأسبات مرة كيكون الحوادث مميتة واخنا كما قد عرفوا يعني عندنا مسؤولية للناس يعني كد هز واحد ساعتاشر أسرة معاك يعني ساعتاشر صخص وكل شخص كيكون دو أسرة هذا يعني بحد ذات يعني صراحة خطر شنو المطالب ديالك ملايش عدد المطالب المطالب ديالنا هي شوف هو أنا قلت لك يعني هذه المدد المحروقات يعني الزيادة في المدد المحروقات يعني مشكل كبير مشكل كبير حنا كسائقين مهنيين ولكن حنا كسائقين مهنيين كان عانيوا بطريقة غير مباشرة يعني يعني طريقة مباشرة أنا أنا نعطي على سبيل مثل ده كان بلان جمازوت كد عمله بستمائة درهم ده بكد عمله بثمانمائة درهم كنتين تتحرك بذيك المركبة أو يعني كيجي نهارد لحد كيجي نهارد لحد وكيبغي تخرج يعني الوليدات ولا العائلة ولا أخر عنده بالقطر ما عاد يخليك تحرك ديك المركبة لاش كيقول لك عن المزوت غالي فاند هذي الطريقة غير مباشرة لاش كنقول لك أنا السائق مياني كيضر زيادة المحروقات بطريقة غير مباشرة كين إكره الثاني كين إكره الثاني هو قتل كي يعني عنده سلطة سلطة الدخل يعني تعمل منافيد المناطق الصناعية تعمل شي منافيد يعني تخفف سيرون الجوال داخل هذي المناطق هذو كين توقف الرخص هذي صراحة هذي مشكل صراحة عنه عنه بزاف المهنيين كان نشوفه يعني احنا يعني مدينة طنجرة الوحيدة اللي تم توقف الرخص دياله بناء على محضر مزور اللي كشوفه ثلاثة الجمعيات جمعية جج جمعية الأرباب وجمعية الرئيس دياله كيمتل الرأس وما كيمتل حتى شي سائق وهذا يعني ضرر على السائقين شوف نشوف نكونوا واقعيين القزوة المسؤولة هي الأسواق العالمية نحن ما نكونوش يعني عود نكونوا آنانيين وإنما كخص يكون واحد دعم عن الدولة الدولة ستدخل أما احنا عارفين يعني ده القزوة يعني تم تحرير يعني هذا المدى دي من صندوق المقصة يعني تم تحرير دياله ده في أسواق العالمية وإحنا كنتظر عادي يوصل حتى ما بين 15 و 20 درام إذا وصل 150 150 دولار برميل عادي يوصل عنا ما بين 15 إلى 20 درام يعني هناك نقولو إحنا الدولة ستدخل دعطي حولو أما الأسواق العالمية ده هي اللي كنتحكم في هذه المدى هات عادي شي اللي كين كنتمود عادي زيزا خنوش هو طرف المشكلة لأن علش هو هو يعني هو نقولو يعني فاترون ده ده شركة ضرورة عادي يكون طرف المشكلة وضرورة عادي يكون هو متهم لأن القضية ده 17 مليار ده درهم هي اللي خلت عليه الشبهة وعادي تبقى عادي تبقى 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 إلى المامات لو كان لو كان كين الشفافية وكين مصدقية الشعب عادي يشوف يعني الدولة دي أنا ما قادراش من اللي كان نشوفوه احنا كنتمشي أربع حغير قانونية وكان مشي من جويوبة الشعب لهذا الشعب باشكعه وكامل كل شي خرج يعني كي يتظهر وباقي نشوفو الله يحفظ الأسوأ والله يرحمنا بالمطار أما لما لما تحش المطار باقي نشوفو شي حاجة زايدة لا تشغيل الله يحفظو الله شكرا اشترك الآن في قناة أشواقع تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي أشواقع تيفي شريد إلكتروني وطني شامل ومستقل